لخطاب شافي وكافي ووافي أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لسموه لاتخاذ ما يراه مناسبا سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه ركز أيضا على الخطاب السامي على ضرورة الانطلاق والتوجه نحو التنمية والتطوير والإنجاز وعدم إضاعة الفرصة وذلك من خلال وضع رؤية إصلاح واضحة تعزز الاستقرار وتنعشي الاقتصاد والتنمية وتحافظ على مقدرات البلاد وعلى نسيجها الوطني بعبارات الحزم والعزمة وفي خطاب جاء في وقته وحينه حمل في طياته معاني ورسائل مباشرة وواضحة لا تنقصها المصارحة لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا للكويت وتأمينا لمصالحها العليا والمحافظة على مقدرات شعبها الوفي فقد أمر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستورة لمدة لا تزيد على أربع سنوات تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية هذه المكاشفة التي يعتمدها صاحب السمو منذ توليه مقاليد الحكم وضعت الجميع أمام مسؤوليته كما برزت الجدية والتأكيد على أهمية الاستقرار السياسي بعد أن مرت البلاد بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا والطراب بالمشهد السياسي الذي بلغ مرحلة لا يمكن السكوت عنه ففي الخطاب السامي تم التأكيد على أن الحل جاء بناء على تجاوزات للمجلس والثوابت الدستورية وهذا يشير إلى الرغبة في الحفاظ على النظام الدستوري واحترام المؤسسات وهو ما لا يتحقق دون تصحيح المسيرة ومعالجة العوجاج وسد النواقص ويعكس خطاب السمو أمير البلاد النية لإعادة تصحيح المشهد السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية وهو يندرج ضمن جهود أكبر للتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل بين السلطات المختلفة والحاجة إلى الاستفاف وراء المصلحة الوطنية العليا هذه الخطوات حسب الخطاب تهدف إلى إعادة النظر في النظام الديمقراطي وتقييمه بما يتماشى مع المصلحة العليا للبلاد وهو ما أكد عليه سموه بالحاجة لهذه التدابير حفاظا على موارد البلاد وضمان عدم استغلالها بشكل يضر بالبلاد كما تطرق سموه إلى دور الأمنة وفعالية الأجهزة الأمنية حفاظا على هيبة الدولة ونظام الحكم ويعبر هذا الخطاب عن مرحلة من التحول السياسي العميق في البلاد ويظهر كيف ترى القيادة السياسية الحاجة الماسة لإعادة التقييم لضمان استقرارها وتقدمها معللا ذلك بأن الدستور بوصفه وثيقة تقدمية تستجيب لمتطلبات الحياة ومتغيراتها خطاب العاشر من مايو ألقى نظرة أشمل وأوسع على الأوضاع التي تمر بها البلاد فلا تقتصر على تقييم المرحلة الراهنة بل يمتد إلى تداعيات ما شهدته الكويت طوال السنوات الماضية ليكون رؤية واضحة للإصلاح الشامل وخارطة طريق تنير الدربة للأجهال المقبلة